مش هيفهمه او مش هتكبله ان لأ فيه ضغوط حسين برضو جاي برقم كبير زي ما الناس بتقول نستنى هو عايز يعمل حاجة جايين عشان جايبينه عشان طبعا نساعد اللعيبة في ان احنا ناخد افريقيا فكل دي طبعا ضغوط امال وامال برضو عند اه والجمهور برضو في اوغط معزور يعني هو جايبين لعيب كبير عشان خطر لا بس والله افريقيا بس سنة بدأت تفهم شوية انا كنت مبسوط بجد والله فعلا فيه ناس من الجمهور لأ احنا معاك يا حسين احنا بندعمك هترجع يا حسين من الاول وبجد انا الجمهور من النوعية دي انا بحبهم جدا يعني انا طبعا ما بزعلش من حد يعني انا شخصيا لما حتى لما فيه جمهور بينتقدني انا والله ما بزعل منه طول ما الانتقاط ده او النجد ده في الكرة بس انا بزعلش لكن النجد انه يوصل بقى حياة الشخصية امور انا حاجة في تفاصيل ده ما تحبوش بلغا ما اسمحش لأي حد لو في آخر انت مش احسن مني انا تعبت وشئيت وربنا يعلم بالواحد كم اللي بيحصل له عشان اوصل لنا فيه ده بس لكن طبعا الجمهور لحق كبير جدا ان هو ينتقد اللعيبة كلها فيش حد فيش لعيب في الدنيا كلها فوق المرد يعني اعظم لعيبة في العالم الجمهور بينتقدوه فده طبيعي وده دي ضريبة ان انت موجود في نادي كبير زي النادي الاعلي بجمهور كبير جدا وانت مفتقد الجمهور ده في المال دلوقتي رغم انه بيكون فيه ضغوط على اللعيب لكن بتلعبوا معشات بدون جمهور وعتقد بتبقى بالحس ان معشاتوا الدقيق اصلا دي حقيقة بجد الجمهور ده بيفرق مش طبيعي بجد يعني اقرب مثال مثلا ماتش سانداونز اللي كان هنا في مصر لا بجد اقبت احنا نزلين الدخنين الملعب الجمهور مش طبيعي والله العظيم بجد مقفل لستاد اللعيب بتاع سانداونز اصلا رايحين يتصوروا مع الجمهور مش مصدقين مش مستوعبين ان فيه جمهور كده بجد فما بالك بقى ان الجمهور ده موجود كل ماتش حقيقي فده اللي كان بيفرق كمان تشجيعه بيفرق احنا زقلنا بالكلام ده امكان بارع طبيعة الجمهور ده اللي فرق مع الأديال القبل كده طبعا ده الفرق معهم مليون في المية